يواجه مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة نقصا حادا في الإمدادات حيث حذر الموظفون من أنه إذا استمر الوضع فقد يتم إغلاق مختبره بالكامل في غضون أسابيع أكد العاملون في المستشفى أن فحوصا مثل فحص الدم قد أصبحت أكثر صعوبة بسبب نقص الأدوية المستخدمة لاختبار التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة البشرية مع استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة يواجه مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح نقصا حادا في المستلزمات الطبية والدوائية حيث يحذر القائمون على المستشفى من أنه إذا استمر الوضع فقد يتم إغلاق مختبره بالكامل وذلك في غضون أسابيع العاملون بالمستشفى وهو الرئيسي في منطقة وسط قطاع غزة أكدوا أن إجراءات مثل نقل الدم أصبحت أكثر صعوبة بسبب نقص الأدوية المستخدمة لاختبار التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة قبل إجراء العملية الجهاز الوحيد الذي يخدم محافظة الوسطى يتوقف على عطل العمل أكثر من 30 يوم طبعا الإصابات تأتي صعبة وحرجة وصعب التعامل معها من ضمنه لطباء العصاب وطباء الجراحة ورغم إدخال بعض الأدوية إلى غزة خلال الأسابيع الماضية يقول العاملون في مستشفى الأقصى إن هناك نقصا في المواد التشغيلية المستخدمة في بعض الأجهزة الوضع العام في المستشفى صراحة يعتبر من الأوضاع الصعبة وذلك نظرا لشح الموارد والمستلزمات الطبية والأدوية الطبية إضافة لذلك لنزوح جوز كبير من الكوادر الطبية والطمرضية والإدارية أدى إلى شبه إنهيار في المستشفى وتضررت المستشفيات في قطاع غزة بشدة قراء الحرب التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي فيما كان لغزة تاريخيا نظام صحي قوي يضم 36 مستشفى و25 ألف عامل صحي والعديد من المتخصصين